عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً لمتابعة إجراءات إعادة هيكلة عدد من الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية استعداداً لطرح حصص منها في البرصة وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار استعراض الدراسات التي تتم حالياً بهتماماً فيما يخص طرح حصص من الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية في البرصة تنفيذاً لتوجهة الرئيس عبد الفتح السيسي بهذا الخصوص حيث تم استعراض قطوات إعادة هيكلة كل من الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية وطنية والشركة الوطنية للمشروعات الانتاجية صافي كما تم استعراض نتائج الدراسات التي تستهدف تقييم تلك الأصول وبحث الخيارات المتاحة في ضوء الأهداف المستقبلية لنشاط تلك الشركات والعروض المقدمة من جانب المستثمرين الراغبين في المشاركة بهدف الطرح قبل نهاية هذا العام ترجمة نانسي قنقر